أسمع أمير فيها أي نعم أسمعك ياهلا مرحبا ياهلا ومرحب ياهلا يا مرحبا شو أمير نفس الموضوعك العادة مو أي نعم باي أمير إني حكيت معاك في التصالي قبل على نفس الموضوع هذا أنت قلت لوقت على الصلاة الوسطى متى عائشة بكرها الرواية أي طيب باي هي السيدة عائشة كلامها صحيح وش اسمه معناك مقوله القرآن أيضا صحيح حب نعطيك الدليل باي صحيح مسلم الرواية ستة مئة وثلاثة نقرأها أني تفضل باي عن براء بن عازب قال نزلت هذه هذه الآية حافظوا على الصلاة وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله حتى نسخها الله فنزلت حافظه على الصلاة والصلاة الوسطى فقال رجل كان جالس عند شقيق الله هي إذن صلاة العصر فقال براء لقد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم طيب هوني هي سمعتها صحيح هي كانت سنوات رسول الله عندما يصلي يقرأ ذلك الكلام هي سمعت فقط مني اللي سمعت هي عندما هي أهو قد قال هي نزلت حافظوا على الصلاة العصر عند إشكال جديد طيب ما أقول أنت تقول عائشة ما سمعت ما عرفت بالنسخ صح طبعا هي ليست من كتاب القرآن السيدة عشو جيد الآن هنا أنا عند إشكال جديد جيد أيها شكرا إلك أنا أحييك شكرا إلك طيب كيف ترك نبيك عرضه وزوجته في الدنيا وفي الآخر أن تقرأ قرآنا منسوخا نسخه الله لماذا لم يوضح لها الآية الحقيقية ولماذا لم يجمع القرآن حتى تقرأ قرآن غير منسوخ ويتقبل الله الأعمال والصلوات أكيد فسرين هو هو لم يردها النسخ ربما هي قالت سمعت صلاة العصر أسكت 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 إشن هو أخي أميرة فبش يدور عليهم واحد واحد يدق عليهم الزب يقول له مراني نسختها أسكت أسكت هذا واحد يقدر أسكت أسكت أشبيك أبي طبعا وهذا ما أحد يقدر يردها هذا لو أبو بكر والله نبيك وأبو بكر شنين شنين والصحابة 140 لو يجون كلهم أنا الآن أحاسب نبيك ليش ترك ليش ترك كما تقولون زوجت عرضة عائشة ليش تركها تقرأ آية بدون ما صحح لها عرفها ليش ما عرف الأمة الإسلامية جمع كتب قرآن وقال هذا القرآن جمعت فيه وأبعدت عنكم كل منسوخ ليش وحدة من أقرب الناس إلى تقرأ آية منسوخة لعداني شقرة آني شقرة لعد آني شنو أقرأ وقالت الطماطة حدثتنا عن أبي دجاجة شقرة آني إذا عائشة تقرأ آية منسوخة اللي هي تنام ويا لعداني شقرة آني عن الزرافة عن أبي وسيد قال حمار بن حمار شقرة آني ونصرح تكفر من هذا الحاجة لم ألتكم إذا عائشة تقرأ آية منسوخة اللي عائشة بيعرض النبي عائشة عائشة وعرض النبي قطعاني شنو أقرأ قطعن أنا ما جاي أقرأ قرآن قطعن إذا من النبي ما جاي تقرأ آية صحيحة لا في طول شي مشكل طول مثل أنه شو مشكلة وهي مسمعدش النسخ وهي مثل أنه الشون 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 الشلون شو مشكلة الشلون شو مشكلة يتركها تقرأ آية منسوخة أولين عائشة هذه رواية رواية كتابة المصحف هذه الآية هذه الرواية هذه حدثت وين بعد زمن وفاة النبي كما تقولون أنتم بعد زمن استشهاده يعني عائشة كل هاي الفترة سنين هي تقرأ آية منسوخة طيب وين الله هي قد سمعتها نعم هي خب ما كاذبة أنت تكذبها رجع السؤال على نبيك رجع الإشكال نفسه ماذا استفادت الأمة من نبي مات ولم يجمع القرآن فتحير به أصحابه ما حليتها رجعنا بالعكس أنت ضفت لنا معلومة جديدة رجعنا نبيك ما طلعنا من ساحته رجعنا أخي طيب نبيك ليش ما حفظ الأمة بقرآن يعصمهم إذا أقربوا الناس إلا تقرأ آية منسوخة البعيد الشيقرة لا البعيد هي البعيد هون هي يعرفه ها البعيد يعرفه البعيد يعرفه القريب ما يعرفه حدثناكم بالجنابة قلتم معايشة أكثر وحدة اللي حتى خطيئ كل المشاهدين حاروا بهاي الكلمة ما معنى أكثر وحدة إنتم تجاوبوني أقول لكم هي شلون تحتي مع الرجل المجنب وتخسل وتسبع وكل ساعة نازعة ملابسة تقولوا لي أن هي أكثر وحدة مع النبي شنو هي أكثر وحدة مع النبي نتركها للمشاهد يوم اللي إجينا للقرآن تقولوا لي لا هي الآن هنا مو أكثر وحدة قللنا أكثر وحدة بغير أشياء باختصاصة لكن بالقرآن وآياته مو أكثر وحدة طيب مو مشكلة طيب مو مشكلة آني قابل كل واحد واختصاصة عائشة أكثر وحدة بغير شي وبس مو بالقرآن مو أكثر وحدة قابل آني طيب النبي ربك 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 يقول النبي يبوي يكتب لهم قرآن ترى هاي اللي أكثر وحدة جالسة يمك أكثر وحدة رح تقرأ آية منسوخة منطيح الله حظه وحظه أبوها منطيحها قرآن تقرأ عدل رجعنا نفس الشكال ما طلعنا هي مش من كتب الوحية نبيك هاي شو المصيبة الجميل هم دمية هنانا حط لهم نبيك نبيك غير يعصمها بقرآن يقولها بتاعي ليش هذا القرآن قريه تعايي هاتش هذا قريه لا تقرين آية منسوخة حتى تجين يمي بالجنة للماء اللي غيرك هذا قريه غير يعصمها بقرآن إذا المقربة اللي نيموية بالفراش تقرأ آية منسوخة ما موجودة أنا شأقرأ لعدة أنا جاي أقرأها عدثنا أبو قتادي انتي عندك القرآن انتي لك بابا اللي انت صاحي صاحي نسمع فيك نسمع فيك لك بابا ذا انت اللي يمي أخي طهي لماذا السيدة عاش نداته بابا ما بيش يكتب بالقرآن كي تتثبت هي أخي كريم أخي علاش نداته أهدى 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 مية مية نسمع فيه هي نداته نداته السيدة ذا قتل اكتب لي مصحف أخي كريم على حسب ما تفضلت به وأنا جاي وياك على حسب الشرح اللي تفضلت به وأنا جاي وياك مع العلم اللي ردود قاتلة بس أنا جاي وياك هار هي آية منسوخة وعائشة ما تدر بيها يعني عائشة كانت تتعبد الله بآية منسوخة ليست من كتاب الله ممكن هي منسوخة وممكن للتوضيح زادة هالله 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 تغير ها أغلق نفس الشيء ها ها نغلق الخط عيف اللي يتشوف عيب شوف شوف الآن سحب كلامي يقول ممكن آية منسوخة وممكن لا شوف قبل قليل قبل قليل قرر رواية تدول على أنه الآية منسوخة الآن ضرب أم الرواية وقال لا ممكن ما منسوخة ممكن صحيحة حتى شنو لا هي تنسخة حتى الآن رجع نسخة يا الله يا ميري ممكن لبس في الحكاية يا الله بلا لحظة لحظة وشنو مش نسا لكسوال واحدة ورقا راح مصدر التشريع الأول يا من ييبنه يا من ييبنه قرآن منسوك اليومعة راح مصدر التشريع الأول ايش بنيك زطط ايش تشوف انت ما مخيارين اي تجاوب على نقطة هل عائشة كانت تتعبد الله بآية منسوخة ما موجودة بالكتاب ولا كانت تتعبد الله بآية منسوخة موجودة بالكتاب هي كانت تتعبد هي مش تتحكي تعبد هي بش تكتب نصحة فيها اخي ما معنى تتعبد تعتقد وتقرأ افتهم اخي انا ما كنتش معها ميري باش نقوله ما تصلي هي ولا ما تصلي هي هي تصلي بعدها ما مختصلي اخي اخي كريم خلينا النقاش علمي بدون منطير عصافر جيد لا 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 جيد ما معنى كلمة تتعبد اي بمعنى تعتقد وتقرأ جيد جيد هل كانت عائشة تتعبد بآية منسوخة ما موجودة ولا تتعبد بآية موجودة تتعبد بآية موجودة موجودة طيب ليش ما كتفى عثمان اخي لحظة ميري بليه لحظة طيب انت عثمان عثمان كما تزحك هنجاوب موجودة بداية الاتصال استدليت على انه هي آية منسوخة الان طيرت الان حق من كله ايه ميطوخة شكرا اليك شكرا شكرا اليك اخي اخي كلم شكرا اليك بارك الله شكرا اليك يا اهلا بيك شكرا اليك حياك الله شكرا لا لا شكرا اليك خلاص انت ارجع راجع راجع اتصالك راجع اتصالك حتى تضحك شوي هم تضحك على نفسك هم تستفاد جيد اهل انت قتشتها ضد تمير طواء عشو بيه وانت شوف انت راجع انت راجع الاتصال وانت شوف شنو جاي تسوي في كل هذا في سبيل تثبت صحة القرآن وصحة كتابته ونقله انت شوف راجع الاتصال ورح تضحك على نفسك والله والله انت اتصالك تستدل على انه هذه آية منسوخة فرحان وجايب لي رواية نهاية الاتصال عصارة عصر تقول لا هذه ما منسوخة طيب ما هو عندك ما هو انت قرأت لنا رواية صحيحة في صحيح مسلم تقول آية منسوخة قبل قبل ما تقطع لحظة 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 امير تو اذا الاجماع اصر على القرآن بلا شو مشكلة لا يوجد لبس مثل لا يوجد لبس كلمة ولمشكلة اذا الاجماع اتفق على القرآن لا يوجد لا يوجد اجماع اصحابي الجليل علي خالف الصحابي ابن مسعود خالف الصحابي ابن عباس خالف الصحابي عمر كانت عنده آيات والصحابية عائشة كانت عندها آيات مثل ما قرأت لا عمر مكانش عنده فلا يوجد اجماع ليش الشيخ وشيخة生ه اين وديتها طايرت لاي يقع من اهميتها من اهمية الآية الزي ك cambi لكان كتبتها في القرآن ويحكي من أهمية لأي حكا من أهمية؟ من أهمية؟ لا، هي آية نسخت وطالش كان في القرآن؟ هي آية نسخت، تدري أو لا تدري؟ لا أعلم هي آية نسخت، وطالش هو رادي يكتبها، جيد إيه، رادي يقال حكم الديمتقدة لأهميةها، لأنه حكم مهمة لو لا خوفي على الناس، جيد، لو لا خوفي على الناس، طيب خوفي؟ لأقول غير نبيك يكتب إنا قرآن حتى نعرف الناسخ والمنسوخ ونخلص لماذا يترك نبيدي فلان وفلان؟ لا عيب على يه؟ الله، الله لا عيب؟ عيب؟ هم؟ خيص؟ مم، أنتي؟ أنت ما تؤتوا من القرآن؟ نحن نفسه المسخة، كي يتحبطك نعم، عيب فمن المفترض نبيك يجمع القرآن ويرتبه ويقول أنا نبي وخاتم الأنبياء والمرسلين والدليل، هذا القرآن أنا جمعته وختمته وأنتم عليكم تنسخونه فقط ممنوع واحد يلعبي ممنوع أم يترحب يحمد ربك أمير يحمد ربك عثمان جمع القرآن ولو إبدا أماكن عثب لالش فاش نور مش تصلي طيب كان لتالك عثمان مش جمعش القرآن ما بي تصلي إنتي شوف 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 والله ثالك هل على شوف هذا كلام السخيف شوف هذا كلام السخيف هيا بي تصلي شوف الآن تفتخر بعثمان شوف ما تفتخر بالنبي نوفني أخرب ساحبا ما تقدر تفتخر بالنبيك؟ ما لا فضل بالقرآن والله ويا ويلة واحد أمامي يقول أن نبيك له فضل بالقرآن يا ويلة شوف الفضل لعثمان عثمان معصوم لا خالفه الصحابة في مصحفه وحدة منهم عائشة وانت اكتشفت بنفسك كانت تقرأ آيات أنت تقول موجودة بالقرآن ليش ما حطاها عثمان لأن عثمان عنده مشاكل ويا عائشة في نهاية حياته فبما أنه عثمان سوى القرآن قال لها لا أبوك لا أبو آياتك أنا هذا الدين شكرا للك الآن رجع يفتخر بعثمان يقول لو لا عثمان لما نزل القرآن لما كتب القرآن رجع الموضوع صار عناد إخواني والله فقط لا أكثر ولا أقل موضوع عناد هو الآن بعد أنا هذه علة بعد كل ما يفتح القرآن يطلع لأمير قريشي يقول لو لك هذا قرآن عثمان دير بالك بآيات ناقصة آيات زايدة اقرأ بس لتحس بالإطمئنان والطمئنينة حس بالكلاوات والكلاوتية بس فقط أي طمئنان وكلاوات هذه تركها خليه يمحص مال مو يمك ترجمة نانسي قنقر